بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالتي الطيبين الأعزاء إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال الفيديو هذا جبت لكم جديد خالتي فيها عدة معلومات كين بزف ناس يسقصيونا على الأسعار بتاع الرحلات من وعيل الجزائر وعلى الرحلات المؤكدة وعلى الرحلات لأقل تكلفة رحينا هدروا عليهم كامل في هذه الفيديو إن شاء الله إن شاء الله نكون في حسن الظلمكم خوتي إخوتي ما تنسوش بركة فارطة جايولا فيديو مع أحبابكم باش تعمل الفائدة ونشكروا بزف المتتبعين الأوفياء والرحبو لدخلونينا في القناة بتاعنا من جديد نقولهم أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم ما تنسوش تفعيل الجرس باش يحكم كل جديد الروح مباشرة للمواضيع أول لنبدأ بالشركة منخفضة التكلفة اللي راهي ديرها حالة على شبكة التواصل الاجتماعي وهي شركة فيولينغ تقدم أسعار منخفضة لهذا الخط تشهد تذكر شركة الطيران أسعار مباهظة جدا منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود إلا بعض الشركات الأخرى بما فيها بيولينغ تحاول خفض الأسعار من خلال الإعلان عن رحلات جوية بأسعار أرخص وتقدم شركة فيولينغ الإسبانية منخفضة التكلفة راحلات أسبوعية من مارسيليا نحو الجزائر كل يوم السبت إلى جانب الخطوط الجوية الجزائرية وعليه عرضت على موقعها الرسمي تذكر الذهاب فقط من مارسيليا إلى الجزائر للبيع أمس الجمعة بالسعر الأقل إلى الآن حيث تم تذكرة المقعدين بمئة وتسعة وسبعين أورو للرحلة المقرر إجراؤها اليوم السبت تنين وعشرين جونجي يعني راهي ساعة ساعة وتدير الناس دي بخون وهيكذا يساعدهم اللي تتحوا في الرحلة هذي وبالأخوتي نروحوا للمواضيع الأخرى راح نجي 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 نجوب خوة نالليسق سوعة للأسعار تعم مصر كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن أسعار تذكرها بمطار القاهرة والجزائر الراسمة بعد إعلان وزارة النقل عن استئناف الرحلات بين البلدين اعتبارا من 25 جنوрий الجاري ووفق لموقع الجوية الجزائرية فإن الرحلة المقررة تسيرها يوم 28 جونبي يوم الجمعة يبدأ سعرها من 258 أورو وكانت وزارة النقل قد أعلنت رسميا عن استئناف الرحلة الجوية بين القاهرة والجزائر كل يوم اثنين وجمعة على الرحلات AH48 وAH4039 هذه هي الأسعار الجوية الجزائرية وذلك نزيد نعطيكم الأسعار الجوية المصرية إن شاء الله كما قلت لكم خوتي الرحلتين المضمونتين بين الجزائر ومصر يعني مع الخطوط الجوية الجزائرية رح تكون كل لندي وفوندغودي أما مع الخطوط المصرية رح تكون ديمونش إيجودي يعني تكون الأحد والخميس بالنسبة للسعر الخطوط الجوية المصرية رح يكون ابتداء من 310 دولار يعني 310 دولار وانتو ما حسبوها بالدينار شحاليج الرحلة رح تكون على الوحدة و25 يعني من هواري بومدين وتوصل للقاهرة على ستة وخمستاش ندقيقة تاليشية يعني لدي رتع لفول رح تدير 3h50 مينوك وانتو ما عرفتو كل شي هو الخطوط الجوية الجزائر قلت لكم ابتداء من 250 كونتورو والا هذي الخطوط للرحلة انتاع آآ بندغودي 28 جنوية ووالا اللي ما شافش الفيديو السابق أنا حطيت لكم فيه باللي كان بزاف معلومات في الفيديو السابق مش حابة نعود لكم نقول لكم رح لسويسرا باللي راهي ألغط البيسيار للناس اللي يدخلوها وخاصة الناس الملاقحين للناس اللي ملاقحين يدخلو سويسرا سان بيسيار سان غيار وانما الناس اللي مش ملاقحين فقط اللي ديروا البيسيار آآ اقل من 72 ساعة حتى الناس اللي جاتهم كورونا كذلك ما عندهمش ما يشورطوش فيهم البيسيار يعني هذا حاجة بيها هذه آآ كما يقولوا آآ بداية الحالة تنفرج ان شاء الله وكما لكم شفتوا بريطانيا رايحة راحة تولي إلى إلى حياتها الطبيعية ان شاء الله فرنسا كذلك كما هدرنا الوزير الاول ووزير الصحة في شهر فبري رايحين يبدوا يقلصوا من التشديدات يعني في بعض الاماكن وبيتي يا بتي ان شاء الله رايحين ينحي وعلينا الباس باكسينال هذا وبعلى خبتي هذه المعلومات اللي حبيت نوصلها لكم بارك الله فيكم بقاء وعلى خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة